وطن منحازون للحقيقة تسلطت الضوء على موضوعات إلها علاقة في رأي القضاء أو أحكام محكمة العادل العليا فيما يتعلق بهذا الجانب بموضوع الاحتجاز خلافا من أحكام القانون لإضافة إلى دور النيابة العامة في مواجهة الاحتجاز على ذمة المحافظين بالإضافة إلى احتجاز على ذمة المحافظين في ضوء قانون مكافحة الفساد ودور الدوائر القانونية في المحافظات في الحقيقة الجانب الأساسي الذي ارتبط بمفهوم الاحتجاز خلافا للقانون وهل اليوم نحن نتحدث عن قانون منع الجرائم ساري ومطبق وبالتالي هناك صلاحيات فعلا للمحافظين في هذا الجانب كان هناك خلال هذا اللقاء توضيح حول أنه حتى قانون منع الجرائم في حال قانونيته وعدم معارضته للكنون الأساسي هناك مجموعة من الضمانات والإجراءات الواجب باتخاذها للأسف الشديد على الواقع العملي على الأرض اليوم لا يتم الالتزام حتى في هذه المعايير والضوابط التي حدثها قانون منع الجرائم بالإضافة لأنه قانون منع الجرائم في حال ذات هو أصبح مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني والقانون الأساسي الفلسطيني جاء في إحدى مواده وأكد على مسألة إلغاء كل ما يتعرض مع حكام القانون الأساسي هناك مواد دستورية في القانون الأساسي شددت في موضوع الضمانات الدستورية للحق في الحرية الشخصية ومسألة التوقيف والقبض إلا من خلال أوامر القضاء وبالتالي حينما نتحدث أن القانون الأساسي الذي يعتبر مثابة الدستور حصر مسألة التوقيف والاحتجاز بأمر قضائي وأكد على إلغاء كل ما يتعرض مع حكامه وبالتالي أي احتجاز خارج سياق منص عليه القانون الأساسي الفلسطيني وانسجام قانون إجراءات الجزائية معاه من خلال النيابة العامة أو القضاء في أوامر القبض والتوقيف يعتبر هو مخالفا للقانون وهناك العديد من قرارات محكمة العدل العليا الفلسطيني بهذا الشأن اللي أكدت على عدم دستورية التوقيف على ذمة المحافظين وهذا ما يؤكد أن هذا الأمر يعد جريمة موصوفة في القانون الأساسي لأنه انتهاك الحق دستوري وأيضا هو جريمة فساد لغاية تطبيق قانون مكافحة الفساد لا زال للأسف الشديد يمارس من قبل المحافظين موضوع الاحتجاز على ذمة المحافظين لا زال للأسف الشديد ممارس خلافا للقانون الأساسي خلافا للقانون الإجراءات الجزائية خلافا للضمانات حتى الوارد في منع الجرائم الأردن 54 وطن منحازون للحقيقة